المترجم للقناة ربنا وده لغاية النهار ده بيعملها ربنا مش عاوز يتديك زي ما إده فلان ربنا مش عاوز يعني شايف ربنا ربنا ما بيجيبش غير الحاجات اللي مش كويسة ليك لأنه ربنا بصراحة مش كويس قوي معك الحاجات التانية فيكون النتيجة أنه إحنا اللي نسق في الله وتضعف ثقاتنا فيه وإيماننا فيه فنترك الله وتتحول عيوننا على نفسنا وما نمشيش وراء ربنا ويبقى من حقق مشيئات الجسد الحاجات التانية اللي هم محتاجين ربنا يقول لكم تعملي قوة ما تعملوش إيه فتكون النتيجة الكبرياء اللي هي خطيطه هو الأصلية أنا إله لنفسه والغاية النهار ده بنسمعها تبعد عنا لأننا بمعرفة طرق لنصر ولما حصل كده هو رأت المرأة أن الشجرة شهية للنظر إمتى بعد الكلام ده والغاية النهار ده إبليس بيشككنا في محبة الله لنا وقدرته وأن ربنا زي ما قلنا من اللحظات هو اللي بيضربنا بمشاكل مادية ومشاكل جسدية وأنه الشخص وهو بيعمل كده هو أنت مينفعش تمشي مع ربنا الحي الحقيقي لأنه ده إله ضعيف وما بحلكش الخير فتكون النتيجة أن أنا أنفصل عن المصدر اللي يقدر يساعدني وإذا كنت أنا أقدر أنفصل إذا خليت نفسي أنفصل عن المصدر اللي يساعدني تكون النتيجة أن أنا أبتلع من إبليس يفترسني لأنه بعيد عن الحماية الإلهية فيجهز علي زي ما قلنا التدمير مش كده و لكن يثير فيي إبليس ده وافع الشهوة والكبرياء فتكون النتيجة أن أنا أستقل عن الله وأستعبد أكتر للخطيئة وأخضع لقيم ومبادئ العالم وتبعد المسافة بيني وبين الله ويهيئ إلي أن الرجوع إلى الله ده أمر من ضرب المستحيل وأعتمد على نفسي وعلى الجسد في يوم من الأيام شاول في صفر صمويل الأول أصح 13 كان المفروض ينتظر صمويل علشان يأتي ليقدم الذبيحة لكنه تجبر وتكبر وقام عمل الحاجة اللي المفروض ما يعملهاش وكسر وصية الله فده الإبليس بيعمله لغاية النهار ده تقريبا تحليل بسيط وسريع لللي حصل في جنة عدن في الموقف الأولاني شث 년 شكرا 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 شكرا